السلام عليكم يا حقيقة انا رضي لكم على فكرة طاجن طحفة بجد تغيير بقى عن المواتات بتاعنا البنية المقلية والماش والحاجات دي فانا حبيت اخترع كده طاجن بس الجباد الجد طلع طعم حلو قوي والولاد ما كانوا عجبهم وطريقته جميلة وبسيطة وما خدش وقت منه انا البنية بتاعي طبعا جايباهم الطعام متابلاء بالملح والفلفل والتوم بودر وبصل بودر وعملاءهم معلاءة بابريكا ومعلاءتين مستردة ومتابلهم ساعتين قبل ما اشتغل خالص خالص بيوم جايبا بطاطس ما قطعها وبصل وهقطحهم جوليانت خين شوية مش هقطع عشان بس يستحملوا السوا مع البنية اللي نقول لي هيخش ناف ناي في قلب الفرن هقطع البصل البطاطس ساميكة شوية البصل ساميك شوية وابتدي ان انا رص في الطاجن بتاعي اجيب طبعا البريكس الطاجن البريكس بتاعي هحطها او بالالمونيا زي ما انت حابة بدهنوا مادة دهونية من تحت وبحط او الرق بصل وبحط بطاطس وبحط ملح وفلفل عليهم وبتدي حط البنية في النص وطبع بطاطس في بقى تشريبة اللي هتسوي للأكل كل ده تشريبة بسيطة جدا العلب بالزبادي صغيرة نص كباية لبن اربع معالق دقيق او تلات معالق دقيق حسب ما انت عايز السمكة لو سمكة تقيل شوية وملح وفلفل واهم حاجة بها مع القسة من بلدي ومعلقة تنزل دورة ويتحطوا مع التشريبة دي ويتقلبوا او او يدوبوا مع بعض مع ديقو ده كله ويتشربوا بيوم الطاجن والدقفلي عليه بوراق فويل والدخلي الفرن بيقعد في الفرن كده بتاع ساعة الاربع كده على ما يستوي تطلعي تشيلي الغاطة بتاعه وتشيلي وراي الفويل بتاعه وتحطي حبت جبنة ومزرلة الدلع الوش بتاعه جبنة ومزرلة جبنة شيدر الجبن اللي انت حباها مش حبة زي ما انت عايز بس انا حبت حبت جبن شيدر على جبنة ومزرلة حبات صغيرة كده تدي شكل جمالي في الطاجن بتاعي بتاع البطاطس وتدي بدرجة لون حلوة وتبقى في طعب قلمة ديها بطلعة مزاك شوية يعني وبطلعة طلعة طحفة ورحتها قلب الدنيا وجميلة جدا والاهم بقى تحمل يا جنب شوية ترز ابيض او جنب شوية ترز بس مسلوق اللي حب بيأكله مسلوق او حبة ترز ابيض بسامنة بلدي كده وخفاف ويتاكل جنب البطاطس والصوص ده ما انت تشوفه انه بقطعه ازاي وطلعه ازاي فكرة يومية وفكرة خفيفة جدا في الاكل وطعمها حلو وهم حاجة عجبة اللي اكلها ومنها فيها كده يعني الواقبة الواقبة دي كلها ما اخدتش في سوا في التجميع بتاعتي ما اخدتش كلها كلها ساعة يعني ساعة تقولي ما بطلعة تطلعي بتاجي بطاطس محترم بالبنية وطرز الابيض في ثانية ما اخدتش وقت منك والرب تجربوها وتقول يا رأيكم ايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة